الحمد لله رب العالمين ان شاء الله قدوا وصلنوغن مانا اربية دي اربطة دي مستقبل ولكن مساحة كفيلاني ما قد نخن ناني ها سؤال دي جواب دي سالات لخصصوغن سالات ليا بالتحديد اركان دي شروط دي ورشروط دي اركان دي واجبات دي مبطلات دي سالاتون نيرقا قابنوغن ما نقابين قابنوغن لاخو لاخوان قرنبوغ سؤال و جواب منبازوان قرسلقو انا اتراحو بنوغن وقنهن ان شاء الله قش استفيدنا منو اين شوشي قريوه استفيدكم منو حلقات نيلة قريو حقات ارقو القو نانزهار قريه انبوغن السؤال هل ثبت حديث عقبة بني عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسمي رب بك العظيم فسبح باسم ربك العظيم نا اية نين قام رسنك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في رقوعهم هل اننا نا اية نين نا حديث نين سابت ما ينو النبي صلى الله عليه وسلم وانقرنوغن نا اية قام رسنك اجعلوها في رقوع انت رقوع الاسان لا يستخدم وانقرنوغن نا اية قام رسنك فسبح باسمي ربك العظيم وانقرنوغن نا اية قام رسنك لا بأس باسناد حسن بمشكلة اخلا ان الله يقول مثلا رقوع الوان فسبح باسمي ربك العظيم سبحان الله العظيم وانت رقوع الوان تنزق لها اه اه مواجبات سنلوغن يهم مانيين طيب اه فمشكلة اخلا ان الاخنسيان يجوز لا بأس باسناد حسن انا حديثتي اسناد حديثه وانقرنوغن اه في الفاتحة لها رقوعية في اه الفاتح يعني اه احسن الله اليك البصمة في الفاتحة البصمة في الفاتحة لها رقوعية في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم البصمة معناها يا اخوانا وانا قلنا دائما البصمة ينكا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يقل نبسملت رقوعية اخطفات فاتحة لي ما ويرا لي يو وانقرسو بسم الله البصمة في الفاتحة لها رقوعية في الافتتاح او في الفاتحة يقنقوا البصمة سنة ليست من الفاتحة باسملة سنة ليست من الفاتحة باسملة سنة قنقرة الفاتحة الثلاث أخلا ومن لا ولا من جميع الصور كذلك وهي بعد آية من صور النمل بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة لد آية أخلا سنة قنقرة ولا من جميع الصور برضو يعني نريجزو نصور لد آخلا آية أخلا صرف لي إلا هي آية في سورة النمل النوب من سليمان والنوب بسم الله الرحمن الرحيم نرى آية سورة النمل دل باتي نيني تل آية تقنقنقرة الفاتحة دي آية أخلا يوقنا موضوعنيها يعني شيخون بازن السنين يقضيبو نيكسور لنروك أخلا نيوه طيب حديث يبقى في الجنة فضل ينشأ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة الجنة سبحان الله أليس نصا في مسألة تارك الصلاة أنه لا يكفر هذا صرح به أهل السنة ينشأ لها أقواما فيدخلهم الجنة فضلا منه ورحمة أي بفضل رحمته كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيميه وقد غلط بعض الرواة فقال ويبقى في النار فضل عن من دخلها فينشأ الله لها أقواما فيدخلهم النار وهذا قلط وإنما السواب يبقى في الجنة فضل يعني سعة فينشأ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة سبحانه وتعالى فضلا منه لم يعملوا خيرا قط وليس الحديث نصا في مسألة تارك الصلاة لأن هذا شيء وهذا شيء إنشأ أقواما ما عملوا شيئا أبدا هذا فضل منه وما كلفو طيب نا حديث نين انتارك الصلاة فضل وندم بي الله ينشأ في الجنة فضل ينشأ يبقى في الجنة فضل جنته جنة لتونا دمك الله سبحانه وتعالى يبقى فضل فينشأ يعني في الجنة يبقى في الجنة فضل يعني مؤسعتن بك وزيادن بك خيرن بك جنة لي لسا انتقل للهني يعني فينشأ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة الله ينشأ تارك الصلاة دين جنته أقنيني كفر لتونا دمك يعني وكفر جنة أخنين فضل رأيكم فضل ينشأ انا ان قرأ اقل الواجب واحدة ما رأيكم في قول الفقهاء في عدد التصبيحات ايوة ما عليش اه ما رأيكم في قول الفقهاء في عدد التصبيحات الواجب واحدة وما الحد الاعلى للتصبيح يعني التصبيح نفدل نحكم لارمة أقل الواجب واحدة سبحان الله هذا هو الأصل لأنه إن أتى بواحدة قد امتصل التسبيح سبحان الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله والله أكبر سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا 來ع Pikachu جانكم جواب أقل الواجب واحدة لا ري هذا هو الأصل اللي ي Ye pollutان إن أتى بواحدة قد امتصل التسبيح لا ري سنتن لا اقل الواجب لا اقل الواجب لا اقل الانسان رضي الله عنه يقول كان يعد النبي صلى الله عليه وسلم عشر تصبيحات فاذا سبح خمسا او سبعا فالامر واسع والافضل لا ينقص عن ثلاث افضل شيء يعني ان شاء عن سياقوتر الشغالة طيب ما حال الحديث لو كنت امرا احدا ان يسجد للاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها نحدي ثنين واقل سوف اقل اني حال ليو ايوك ما حال الحديث حديث سبح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا امرا احدا ان يسجد للاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. يعني ان انسان امرد تأزاز توجيهد سجدي. ولله اخوز سجده ااكان. ولسجده سهر ااكان. لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. يعني اخوينت داد اقرد الله والجبرد الله. نرانج سجدته. يا نحد يسنين هو يحوون يستغل. وريق ينسجد لكوعة جارد كاين يقول. لا بأس به جاء من حديث معاذ رضي الله عنه. حديثني حديث سحيحين. نها معنى ان طاعتوك ان درجت ان رانوك اني اكانسي. الاسيسة وحديثين. طيب. وانقراريخ. قوله في البقاء والدوام لله. وصف الله هو الحي سبحانه وتعالى الدائم جل وعلا. والبقاء والدوام من التعذيمات لله. تمام. نين سحيحين. في قول البقاء والدوام لله. يعني مثلا الدوام لله. وانت النار دائما 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 رب العالمين. من يوصف صحيحين. هو الحي سبحانه وتعالى الدائم جل وعلا. والبقاء والدوام من التعذيمات لله سبحانه وتعالى. يعني نقن دائم نقن باقي نقن خالد الله سبحانه وتعالى. طيب. هل يجوزوا. بلق تحياتي لفلان. هذه تحية للسلام. يعني قصده السلام غير الذي. والواجبات الثمانية. يجوز. هل يجوز بلق تحياتي لفلان. هذه تحية للسلام. ما فيها مشكلة. هل يجوز بلق تحياتي لفلان. هذه تحية للسلام. يعني قصده السلام غير الذي. لله. يعني لا تقول له ياخد سلم على الزول. وبلق تحياتي للسلام. ومشكلة التي بمعناها. طيب. واليدنا كمان. محكم كابتان بوس التمام دنو. ان شاء الله هنا حلقتين ينتل. وا. اه ما حكم تكبيرات الجنازة. ركنوا فيها. اه. نين. اه. حلقة. سفران وعلى آله وصحبه وسلم ابنها ابنها إن شاء الله دونهم بنكون صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أبخذيك إن شاء الله حلقات انترولي وري فيسبوك لاخن وري يوتوب لي إشارة قم دونو إن شاء الله نقصان وانان توجيه وانان غلوانان إن شاء الله الدام وجرانا جينا أستفيدنا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسونا من سالح الدعاء